موسيقى مساء الفل وأهلا بيكو ولقاء جديد من باب الخيّة إحنا بنختم أسبوعنا عن هارة الحد وبنرجع تاني قول إنجلترا قفلت هسبانيا بتفكر تقفل ألمانيا قفلها من بكرة والمسألة ما بقتش يزار خالص والأرقام بقت كبيرة جدا حتى إحنا دلوقتي بقينا نسمع من هنا وهنا 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 في كورونا فأن أرجوك وخلوا بقلكم من نفسكم إن ريال الجيزة تكلمنا مبارح لأنهم مستعدين يدفعوا مصاريف الولادة اللي في المدارس الحكومية المش قادرين يدفعوها الأستاذة عزيزة ببقرة زملتنا في باب الخل مع الأستاذة هيبة شالبيت تتكلموا وزارة تربية التعليم واتفقوا إنهم حيتموا الإجراءات بحيس إن الوزارة تقول لهم إن في المدرسة الفلانية في مثلا عشرين طالب ما دفعوش فيبعاتوا الفلوس للمدرسة وهكذا حيحصل إن شاء الله من الإسبوع القادم ودي مسألة أنا كنت أشرت ليه مبارح مع حضرتكو إنه مهم جدا إنه تتدخل الجماعيات الأهلية ورجال الأعمال في مساندة التعليم لأن دي حاجة في أغاية الأهمية في الدول المتقدمة بره بيدفعوا مليارات للناس لأصحاب السلوات الكبيرة من أجل البحث العلمي والتعليم والحاجات دي كلها دكتورة سهير اللي شرفتنا مبارح مع حضرتكو حصل يعني الناس كتير بتتكلم عايزة تتصل بيها حنعمل وسيلة اتصال بالدكتورة سهير وأنا لو تلاحظوا مبارح ما كنا بنتكلم حسيت قد كده السيدة دي فيها شيء ما مهم فإن شاء الله الإسبوع الجاي أو اللي بعده حنتقبل معها وأرجوكم إذا أثارت الدكتورة سهير أي أسئلة لدى حضرتكم يعني يريد تبعتها لنا وإحنا ممكن نعمل مع حلقة مخصوص حول أسئلة حضرتكو للدكتورة سهير السكرية طيب عايزة فرقوا المصريين لما يحبوا حاكمهم بيعملوا إيه؟ بيترمي تحت رجليهم الدهب في الأرض فما يرضوش يخدوه ويسعوا إلى عودة الحاكم اللي ساب الحكم مرة واثنين عشان خطر يعني الظروف السياسية والشعب هو اللي رجعوا قصة مسيرة جداً الناصر محمد ابن قلقون كان ملكاً عظيماً جليلاً قفئاً للسلطنة ذا دهاء محباً للعدل والعمارة وطابت مدته وشاع ذكره وطار سيطه في الآفاق وهابته الأسود وخطب له في بلاد بعيدة نحن في القلعة قلعة صلاح الدين اللي عاش فيها المماليك أمجاد عظيمة جداً زي ما حنكلمكم على الناصر ده مش اسمه ده لقبه هو محمد ابن قلقون اللي جي الحكم بعد أخوه خليل ابن قلقون القلعة دي شهدت مجد المماليك وزبح المماليك موسيقى 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 لما ملك البلاد أسقط جميع المكوس وأبطل الرشوة وعاقب عليها لا يتقلد المناصب إلا مستحقها المستحق الكفاءة ولا يقضي إلا بالحق فكانت أيامه سعيدة وحميدة وساعد به المصريين لدركة أن في واحد كان خطف منه الملك فالمصريين قاموا عليه فهو ما شقالك أنا هشغلهم في إيه أنا هرملهم الدهب فرملهم الدهب في الأرض فسابوا الدهب وجيلي ولا الراجل اللي زعه للسلطان بتاعه الكلام ده كان سنة 1309 محمد بن قلون له قصة غاية في الإصارة أولا المسجد ده مسجد يعني من حيث المعمار ومن حيث الأعمدة اللي فيه هو تحفة معمارية كبيرة وضخمة جدا في عالم الأثار المسجد ده تبنى في عهد أو بناها محمد بن قلون مسك الحكم سنة 1293 كان عاية صغيرة عن 9 سنين فأخدوا كتف شلوا مشوه رجع تاني سنة 1299 قاعد يحكم 10 سنين لغاية 1309 وبعدين خاتوه كتف بس الكتف ده ما ناجحش أول لأنه رجع للحكم تاني 1309 وقاعد لـ 1341 وده فيه تاريخ العصر المماليك احنا منتكلم في المماليك البحرية وده تاسع سلطان في المماليك البحرية وإن حاكم يقعد من سنة 1309 ليه 1341 ده بحاكم جبار في عصر المماليك لأن المماليك ما كانوش بيؤمنوا أو بيتخذوا الحكم بالوراثة يعني مش مثلا واحد بقى بولاده وبتاع لا الأقوى هو نظامهم كده لكن أسرة قلوون سلطان قلوون نفسه قعدت في الحكم عملت أسرة حاكمة بالوراثة لما مات سلطان قلوون كان عنده ابن اسمه خليل مسك خليل الحكم لكنه كان رجل فظ بيكتبوا عنه في الكتب كده فظ غليز آه ما قتلوه نجيب مين؟ قاله طلعه عائل صغير كده يعني ما ينفعش عنده تسع سنين فكان فيه بقى انتوا بتسمعه طبعا في الأفلام بتاع قد بغى قد بغى كان عندك عند السلطان قلوون ده برضو راح احنا بقى في الفترة دي احنا في دولة الممليك لكن احنا تحت مظلة الامبراطورية العثمانية في دولة عثمانية هي اللي بتعمل الحاجات لكن مصر تقريبا في فترة دي كانت مستقلة بالممليكي حكومة شوية الفاطمين شوية صراح الدين الايوبي بأسرته شوية وهكذا انتوا عارفين التاريخ ده قلنا منه في كتير يعني المهم ان كانت بغى ده قاعد شوية لكن الناس مرتحت لهش ومشي السلطان وده الكركة ولكن الناس اضايقت وقلبت والممليكي بقتلوا بعض على طول قتلوا وجه بيبرس الجاشنكير وسيلر وخدوا عمك السلطان قلوون محمد احنا قلوون ده كبير بعده ابن خليل بعده محمد ابن قلوون وخد الحكم بيبرس هو بقى ايه كانوا ايه يوضبوا امورهم ويسلطان وكل حاجة تمام واحد بقتلوا دولة العثمانية احنا كده تمام عايزين ده يقول لهم ماشي دولة العثمانية مش عايزة حاجة خالص غير الخرج وانها لما تبقى في حرب تاخد جنود من مصر مش عايزة حاجة اخطى من مصر والشام كلهم ضمين لبعض طب ايه اللي حصل لبيبرس بقى الجيش نكير ده وقت بقى حصل حاجة من المصريين طعفة اشتركوا في القناة يعني انا حبيت اقعد كده عشان الكاميرا تتجول توريك والمسجد يعني المسجد مش محقول من الحلاوة خلي بالك المسجد ده لما تبنى طبعا جم بعد جده ناس اتجه له يقول لك الحاكم بقى امر اللي لقى كمان خطب في المسجد ده العمدان دي جاية من الاثار المصرية القديمة العمدان دي مش هما اللي بنينها الممليك عشان ما يختلطش عليك الامر بس تفتكر انهم كانوا بنقين يعني 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 وكانوا عبقرة في البنى وبتاع لا الامدان دي العظيمة دي كلها جاية من اشمونين وبتاعوا حاجات زي كده جاية من الصعيد جابوها من هناك ونقلوها وعملوا بيها هذه الصرحة لكن ما تقدرش تنكر انهم عملوا حاجة حلوة يعني خدوا الحاجات وعملوا بيها حاجات حلوة ما خدواهاش مثلا في بيوتهم ولا حاجة فالمسجد ده كمان بقى المسجد ده اهمل جدا ايام الاحتلال بريطاني كمان الانجليزي عملوا حاجة قبيحة جدا جمعة عملوه ستابلو وعملوه سجن يعني يرموا الناس هنا كده المسجدين هم المتمردين والناس اللي رفضين الاحتلال وبتاع يرموهم هنا في المكان دوت يعني المكان ده البهدل خالص لكن في سنة 1947 في عهد الملك فاروق كان فيه جمعية هيئة مسؤولة عن القثار الإسلامية اعادت هذا المسجد واعادت له رونقه واتضبطه ولما تيجي بقى يا رادي تعال يا رادي كده تعال القاعدة بقى كان بيصلي فيها السلطان يعني السلطان يطلق يقعد فيه يعني آخر واحد هتقول لي بيروحها منين؟ قالوا لي بيروحها من المأزنة في سلم يطلع على المأزنة من باب السلم ده بيخرج في الحتة دي يقعد السلطان يصلي فيها يعني السلطان بيصلي آخر واحد ايوة لأنه هناك زمانهم ما كانش فيه تفاهم دبح على طول دبح على طول يعني ياخدوا السلطان كده ويروح يصطادوا بيه بتاع روح أتلينه واحد يبقى مسك الحكم تاريخ كان عجيب لكن الراجل ده قدر يحكم فترة كاملة بقى من تسعة لألف تلتمية وتسعة لألف تلتمية واحدة واربعين يعني بنتكلم فيه تلاتين سنة أكتر اتنين وتلاتين سنة حتة واحدة غير لما حكموا عنه تسعة سنين غير لما رجح حكم تاني سنة ألفين آآ تسعة وتسعين حكم تسعة سنين أو عشر سنين لغاية آآ تلات تلاف وتسعة محمد ابن قلوون ازاي بقى حكم سنة تسعة بيبارس بقى الجيشنكير ده زقوا وبعتوا الكركة وقال لك أنا السلطان باعت خد إذن من دولة عثمانية قلت له ماشي ما عندهمش مشكلة خالص لا يعنيهمو الأمر إلا الفلوس بس وتبقى الدولة تحسدت قلتهم ويطلعون منها زي مولت حضراتكم الجيوش لكن الناس محبتوش وقامت عليه وعايزين محمد ابن قلوون فقرر إن هو يتنازل ويهرب وبعت خطاب اعتزار للسلطان ليه السلطان محمد ابن قلوون لكن هو ماشي الشعب عايزوا يبوض علي فضلوا يتردوه فعشان يشغلهم كان معه بقى خد كل اللي في الدولة من دهب ومجوهراته بتاعه وهربان فقالك هشغلهم بأرميلهم الكاس الدهب بالأرض هيتلهوا فيها وحيسيبوني لكن أبدا ما عملش كده الشعب مصري سابوا الدهب مرمي في الأرض وطلعوا ورا جري يفضلوا وراي تردوه لغاية ما تعمك في الصعيد واختفى ورجع جاي عمك محمد ابن قلوون فكان عصر مجيد عصر حميد عصر زي ما هما بيقولوا في الكتب عصر طيب لم يختلف أحد على سلطان محمد ابن قلوون من حيس العدالة ومن حيس البناء ومن حيس وضع الرجال الرجل المناسب في المكان المناسب ومن حيس فرض المكوس كان بيفرض ضرائب معقولة ومقبولة وإن كان لغا ضرائب كتيرة جدا على الناس فكان عهده من العهود القليلة جدا اللي الشعب المصري فيها كان مبسوط بالحاكم بتاعه دي حاجات بتكرر أليل جدا في التاريخ فمحمد ابن قلوون حاكم مات عنده حاجة وخمسين سنة بمرض مش عارفينه وقام مرض حوالي 12 يوم ودفن هنا في المقبرة اللي هي ما بيسموها القرافة مقبرة القرافة وطارك لنا المسجد ده وطارك لنا تاريخ مهم جدا أنك تتأمله أنا طبعا محكتلكش مش غارب تفصيل مش غارب تفصيل عايز حروب دخل في حروب ومفاوضات وحكايات يعني طويلة جدا لكن أنت لازي يعنيك في الآخر أن الرجل ده عمل المسجد الحلوي ده اللي بيقول أنه كان فيه عندنا حاكم مش مصري هو كمان يعني الممليك فيهم يعني أصولهم فيها كلام كتير لكن أو يعني أصولهم يعني أرجو تفهمني مش عايز أجرح في أحد لكن اللي يعنينا أن الراجل ده لما كان ملكا ولما كان سلطانا ولما كان حاكما وزمن كل ناس بيقتل بعضها لا سمعنا أنه قتل حد ولا أز حد وعاش في سلام وعاش الناس في سلام محمد ابن قلوون باختصار فيه معلومات كتيرة كتب ممكن تكتب عن العهد ده لأن احنا نتكلم من سنة متة الف متين واحد وتسعين لغاية الف تلتمية واحدة اربعين وإن كان تقطعت يعني تقطعت أوصالهم على الحكم مرتين يعني تولى ثم ساب ثم تولى ثم ساب ثم تولى ثم تولى فقعدة اللذي يعنينا في الرجل دوت انه هو رجل مش مصري لكن لأنه من أسرة قلوون لكن هو كان حاكم أحبه الناس ببساطة يعني بدون الكلاكيا لأنه أحب الناس لأنها أذى يا فعلي أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية لو تفتكروا ولاء اللي كان أصيب بحدثة وأصيب شلل رباعي وقرر أنه يعمل غطسة يعني تسجل ليه حصل مشكلة في الغطسة دي وإحنا كنا مفروض نسافر لكن سافر زي ملنا أحمد السيد وحضر هناك ومعانا هذا التقرير من شرم الشيخ ترجمة نانسي قنقر في تجربة فريدة من نوعها الولاء هينزل يعمل أطول غطسة ممكنة في العالم مش قادر أحدد كدكتور هو هيقدر يعود قد إيه فأنا قادر أقول إن هو بطل حقيقي إنه ينزل تحت المية في البحر الأحمر في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام عزك سنقم تركي ربنا يا كريمي قدر أعود ستة أيام طبعاً بالنسبة لحالتيها صعبة بس أنا أنا حعاول يعني اللي ربنا يقدرني عليه أنا مش هقدر أقول ستة أيام مش هقدر أقول أنا حاول نزل تحت المية لإننا طبعاً الدكتور هو المسؤول لو لقى فيه حاجة مش مزوطة حاولي لأطلع حطلة لإن دي طبعاً أهم حاجة حياتي طبعاً إن هو يفكر إن هو إزاي يقدر يعيش تاني أو يرجع لحياته العادية تاني دي حاجة تفرحنا جداً في نفس الوقت خايفين كل مرة يخلص الغاطسة بتاعتها أو الإبنت بتاعتها وخلاص بقى ده آخر حاجة وإيه ده بقى إحنا خلاص تعبنا من التوتر والقلق يقول لا أنا مكمل يعني هو بيعنده إصرار فظيع وإحنا بنساعده بنختص تحت مية مالحة لعدد أيام ممكن نوصل لعدد أيام أو عدد ساعات كبيرة هتشوف حسب تسهير ربنا يعني فكاميرات مجهزة للحدث ده يتجانب أن فيه مصورين للموضوع نفسه هم غطسين ومصورين عشان ينقله الحدث بشكل كويس يعني ويبقى التصوير ليه تقنية حديثة جداً وعالية جداً هو الأبطان بيوصل رسالة للشباب النهاردة أن العزيمة والإرادة أهم من أي حاجة تانية وطبع ما عندك عزيمة وإرادة تقدر تحقق أي نجاح أنت عايز تحققه اشتركوا في القناة لم يحدث في العالم أنه يوجد إنسان بشلل رباعي يقدر يغطس في المية فما بالك الشاب اللي اتعرض لحادث بنتج عنه شلل رباعي قدر يقعد يوم يعني نزلنا الصبح طلعنا بالليل ده معناه أنه فعلاً شخص قادر أنه يستمر الفترة طويلة تحت المية وأكتر من كده وده اللي حيحصل بعد كده إن كمية التجهيزات والمعادات هكون أقوى وأقوى علشان نقدر نوصل لفترات أطول من كده بكتير إحنا عملنا الغطسة دي كتجربة ليا والناس اللي معايا هم يحفظوني ويعرفوني وحاولنا نقاط فيها أطول مدة فعلاً كان فيه مشكلة في الأندر جارمن اللي هو حاجات لتحت البدلة السوشة التي كانت موجودة فيها البدلة نفسها كانت مش متأيفة على ما أقلش بزبوط كانت من بره مش بزبوطة على المادات الماسية لحد الهالهم ترعت كلها غلط فبس جربنا ونزلنا وحاولنا أنا أطلع تعبان صحياً خطول بقى كده تمام وأنا هفتح أكاديمية وأهضرب الناس فيها كانت منصلي نعمل غطس الأول بقى كده عمل موضبطة على الأكاديمية ده هي تجربة نجحة ونجحة جداً أثبتنا بيها قدرة البطل ده على الاستمرار في وجوده في المية تحت الماء بشكل طبيعي وأنه يتعايش تحت الماء بشكل طبيعي كمان فنقدر نقارن حتى قد إيه قوة هذا الشاب البطل اللي بنسميه الأسطورة تحت الماء ولا أحافظ موسيقى 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 إن شاء الله نتمنى الولاء في المرة اللي جاية تكونت بدلة مزبوطة ويحقق الرقم اللي هو عايزه وبيعجبني في الولاء هو إنه مش بيستسلم للحالة اللي هو فيها وبيحاول يعمل حاجة وكل إنسان مهما كان عنده حاجة سيئة أو حاجة كارثة حصلت له يستطيع إنه يكمل حياة بطريقة أو بأخرى عز الدين الحلواني أو حسن التركي وتليفون لبناء عبدالعزيز مجغول وحياتك مجغول والآخر الأسبوع مجغول تعال نشوف عز الدين الحلواني أو حسن التركي وتليفون لبناء عبدالعزيز ما أحب القراءة جداً وأحب أعمل أي حاجة وأبتكر أي حاجة كنت مرة قريت في كتاب جرهان بيل وبدأت أنا أتعامل بنفس الإسلوب اللي اتعامل به أنا كنت عايز أخش هندسع ما كانش ينفع خالص الحاجة كملتها بالزبط كده لحد السنوية وشكراً جبت ساعتها 63 68% اسمي الحقيقي عز الدين كان الحلواني اسمي الشهرة حسن التركي بابا سمتني حسن لأنه هو شهير بالتركي ما هما سمتني عز الدين مهنتي أنا بصلح تليفون وهاوي 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 التليفون الأرضي بقتني أي تليفون أرضي قديم أنا بقتني أنا كنت في مرسم البرودي بابا الخلق وكنت أحب دايماً أجل بابا هنا زمان ما كانش فيه توردات كان دايماً هو بيعمل التليفونات المنافيلة اللي كانت بتبقى في قلب المصانع زي المصانع الأسمنت زي المصانع المصانع الموجودة بتاعة الكوكي زي المصانع كان من الخمسينات لحد ما أنا بقى ظهرت معاه في حاجة وستين في 62 قال لي أنت المناسب في أخواتك كلهم للمهنة دي 13 أنا الوسطاني هما بيعتبرون الكبير أنا كان عندي ميول ميول للمهنة مش لمكسب المهنة الله يرحمه كان يقول لي إيه اشتري وتعلم بوز وتعلم ما تتعلمش في حاجة الناس وشوف إيه اللي بيحصل لما تبوز هنا شوف إيه اللي هيحصل وترجعه تاني وتبوز هنا وتشوف إيه اللي هيحصل وترجعه تاني تبتدي تتأقلم بالحاجة ده اللي إحنا كنا بنعمل بعد المنافلة جي القرص 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 اشتغل بالزبط كده من 26 لغاية أول 70 حاجة وسبعين اتحولت لزرائر جات ظهرت لسلكيات بدأت أتعامل بيها على أي منشأ أنا كنت بشتغل على أي منشأ أنا بتعمل زمان كان اللي عنده التليفون اللي كان عنده التليفون فئة فئة دلوقتي أي حد عنده التليفون القهوة والبقال والمواغذة الحلاق كان البقال يا فلان تعالى وكان يحب يركب التليفون عشان كل واحد يديله الرقم ويبقى زبونه على طول حيحس على شعرك تروح يرفع عشك بابتسامة حلوة هو رخر حيروح مابتسم ويروح شايلك من إيه في الأول خالص كان التليفون صعب جداً لحد لحد 88 لحد 88 ما كانش فيه متداد كبلات وما كانش فيه بنية أساسية أصلاً يعني أو بنية تحتية في 88 بدأت الشركة تتعافى ومد كبلات وبعدين بدأوا بقى قالك الخط بألف جنيه والخط مش عارب كم كانوا بياخدوا الفلوس ويجيبوا بها كبلات ويعملوا ويسووا بتاع لحد ما ظهرت النهاردة انت بتفعى خمسين جنيه ظهر المحمول بزغفة في 98 من ستة وتسعين لتمانية وتسعين كنت بتفعى سبعة الاف جنيه تمام الخط من تمانية وتسعين بما فوق كان الخط كان بألف جنيه وبعدين بقى مش عالب كامل كده فبدأ التليفون الأرض ينام انا مكنتش باشتغل كنت بتصرف منين عندي حاجة انا هويها بعرضها لكن انا اغير او امشي في المحمول او بتاع لا الحاجة الوحيدة اللي انا كرهتها في حياتي هي المحمول احنا هنا بنتعامل معا بطريقة خطأ المحمول برا اتعامل لايه انا تعبان انا مش جاي النهاردة انا في ظروف انا بنتعامل بيه باسلوب دي الحاجة اللي يعني دايما متكرهني فيه اصلا دايما انت بتبقي قاعدة معايا هنا وبتتسلق عم حسن انت فين ولك انا في اسكندرية بشيل موبايل اه بس ده بشيله ليه مش بشيله عشان انا بتكلم بشيله عشان العملاء معاهم الرقم ده معايا قاليه الاول لما كانوا بيطلبوني هنا اه يقولك احنا بيسحب من المحمول بيسحب من الارض ولا مش عارف ايه كده كتير قوي قالولي انت 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 كنت ممكن تبقى مستورة كبير انت كنت ممكن مش عارف تعمل ايه انت كنت ممكن تقسمها تأجر مش عارف ايه تعمل ايه تقلب ايه وكان يجو الجزب انت يقولوله خلي عمك حسن يقلبها محمول وبتاعه وقلولهم لو حد يجاب له السيرة دي هيغلط فيه الرزق الرزق لما تكون انت بتحبي حاجة تبتنع بها جدا هو ده رزقك لكن رزقك لان انت دوري على حاجة مادية لا ده مش رزقك معلش في حاجات كتير او بتجيب فلوس انا ممكن اقعد في بيتنا وقدرها وهجيب فلوس احنا بنقول المهنة مش مادة ما فيش الكلام ده انت حب حاجة زباين بتدور على تليفون قديم فوق زبون عنده تليفون قديم بيجي يسلحه اه زبون عايش تليفون قديم وانا حطه ومثلا عندي صور اكيد يعني اعتر ان انا بعهولة عندي تليفونات شرل شابلن ده كان يتعلق على الحيطة وتسمعي كده وتتكلمي كده ده تليفون العمدة لما بيطلقوا عليه تليفون العمدة لما كنت العمدة جاي بالتليفون وورا زفة بتاعت حصب الله وبتاع العمدة جاي بالتليفون ده تليفون الملك فاروق الملك فاروق من خصية الملك فاروق ده تليفون فاتن حمامة ده تليفون انجلاند اول تليفون تعمل في انجلترا ده تليفون تومسون هيتسون ده تليفون شرل شابلن مكتب لا الموديل مش بتعمل المهنة دي ما زالت لحد النهاردة بتجري في دم احفادي ولادي عندهم يقول جوز بنتي ده عبدالله اه اه هاوي جدا المهنة بنتي اه دكتورة جامعة عين شمس اه ابني خليل ده مهندس ابني محمد ده مستشار الحمد لله مبسوط الحمد لله انا طول ما ربنا راجع عني مبسوط وطول ما الحاجة ربنا مديها الصحة مبسوط وطول ما ولادي تمام انا مبسوط وطول ما جوز بنت واخد بالو من بنتي انا مبسوط اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية تعالوا بقى مع دكتورنا العزيز الدكتور عمر يسري دكتور عمر مسائل خير مسائل الانوار يا فندم على حضرتك زي حضرتك ربنا يحفظك الحمد لله فنعمة تعيش احنا موضوعنا النهاردة انت مختار تتحدث عن العند الذي يعني ارهقنا كثيرا صحيح اتفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم والله الموضوع ده لانه مؤخرا عملين نسمع على مشاكل وحوادث لا والله ده من زمان ده احنا عيشنا بيه 30 سنة اعجاب من العند ده لا الاصد ان في مشاكل اتنية طيب ماشي ماشي ناتج عنقه اذا شديد جدا لدرجة انه مثلا واحد يعاند مع زوجته فالاثنين يسيبوا البيت وفيه طفل فالطفل يتوفاه الله حاجات بشكل غريب كده يعني فحبينا نتكلم على العند كان نتيجة النتيجة لان البني ادم مش راضي في حياته يعني مبدئيا كده مش راضي فبيعاند بيرفص رافض الواحد دايما بيبقى عنده توقعات معينة اما من الطرف الاخر او من الدنيا عموما او ان ربنا هيديني حاجة معينة في وقت معين لما ما تحصلش يبتدي هو من جوا يتخلق مع نفسه هو مع نفسه وبيتخلق مع الواقع الخارجي ولكن حقيقة الامر انا عمال اتخلق مع نفسي مشكلة الخناعة مع النفس دي انها عمرها ما بتوصل الا الى ما هو اسوأ منها يعني اللي بيعاند في اي حاجة عمره ما بيطلع بنتيجة طيبة وجيدة حتى لو حقق اللي هو بيعاند علشان يوصله ازاي بقى انا دايما عندي توقع او طموح معين وبعدين بيجي طرف اخر يقف حائل يقف ما بيني وما بين اللي انا عايز احققه فلو انا فضلت عافر وخبط جامد قوي 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 ضد الطيار ببزل مجهود مبالغ فيه فحتى لو وصلت للي انا عايزه فاحيان كتير مش دايما وصولي للي انا عايزه ما بيبقاش برضو مرضي بس ساعتها باب اكتسبت العادة بتاعت العند العادة بتاعت العند بتستمر معايا فباجي امارسها وعمم على كل مناطق حياتي فييجي بني ادم يقولك ده عنيد صحبته مش حلوة وبعدين الناس تعاند مع بعض ظلا من ان كل بني ادم هيغير الطرف الاخر الحقيقة برضو انه محدش بيتغير بالساهل ومحدش بيتغير الا بمزاجه ولذلك العند جزئيا ضد الذكاء الانسان الذكي يسموه يقولك يعني الموجة جاية يمين عنده مليابلتي عنده مرونة ضروري البني ادم الناجح في الدنيا بيبقى عنده مرونة ضد العند العند اللي بيجي عند حيطه ويقف يعني البني ادم المنطقي والذكي هو اللي يدور دايما على مخارج ومفيش حاجة في الدنيا إلا وليها بدل المخرج ما شاء الله من المخارج صحيح صحيح البني ادم لو ما كانش عنده درجة من الاستسلام لما هو كائن عمره ما بيعيش متطمن ومرتاح بينتج عنده درجة من الاحتكاك الاحتكاك دايما بيسبب سترس اللي هو الضغط النفسي والضغط النفسي بيتفرع في روح كتير قوي الناس بسبب الضغط يجي لها يعني توصد ايه يا دكتور عمره بالاحتكاك؟ الاحتكاك يعني فريكشن يعني انا بتعامل مع الانسان الاقصادي مش قادر اقبله على بعضه انا تحطيت في شغلانة معينة مش قادر اقبلها على بعضها انا بتعامل مع الناس في الشارع والجران وكذا مش عارف اقبل الموضوع توتالة على بعضه هو ده اسمه احتكاك ولا عدم انسجام يعني ما ما هو عدم الانسجام شبه الاحتكاك الفكرة في انه ان لو انا مش قادر اقبل الحاجة دي على بعضها الشخص او الموقف او الظرف انا مش عارف اغيره بسهولة وارياحية هي دي الحتة اللي عايز انبه عليها يعني حتى لو كان فيه احتكاك وقعدت اخبط في الحاجة جامد قوي ووصلت لله انا عايزه بس بالطريقة دي ما ببقاش مرتاح قوي زي حد تاني طول ما هو عايش قابل الواقع بتاع حياته البني ادم اللي بيقبل الواقع كما هو هو ده اللي بيلاقي له مخارج الله سبحانه وتعالى هو اللي بيلاقي لنا دايما المخارج بس القصد انه اكن بيتفتح عندي انا في دماغي رؤى جديدة لمستجدات في الحياة يقوله سيجنلز اللي هي اشارات الاشارات الجديدة دي اللي بييجي من وراها الخير دايما وما هو جديد والوظيف الجديدة والعاشرة الطيبة ما بتجيش بالخناء البني ادم الاسترس داوت اللي دايما عايش في عنده ورفض البني ادم ده اكن الجزء المعني بايجاد حلول وبدائل بيبقى مطفي عنده وطبعا النتائج في الاخر الغير مرضية مش بس بتأثر علي انا في النتائج بتاعت حياتي بيني وبين نفسي دي بقى بتأثر علي رؤية الناس ليه اولا لما اتعرف بان انا انسان عنيد ثانيا لما لو ليه شريك حياة ولا بتاعي يقولك يعني يا ربي يخرج يتفسح شوية وما يجيش تاني اسمح لي بعض الناس بتعتز بالصفة دي بالعند يعني في بعض الناس يقولك هو عنيد اه يعني يعني بيعتبروا جزء كأنه جزء من الكبرية البني ادم يعني انه يبقى يعني وبعضهم بيعتز بالصفة دي للأسف على اللي بيحفز على وجهة نظر ومش عايز يعيد تفكير فيها ايو 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 مفيش ما هو اللي بيعتز بالكلام ده شوف يا حمود بيه احنا متفقين انه لطالما كان وسوف يكون فيه خير وفيه شر على الارض وفيه صح وفيه غلط وفيه ناس متطمنة ومرتاحة وفيه ناس تعبانة ومتقلمة انا رب العباد كده اكرمني واختارني في وظيفة ليها علاقة بايه اللي بيخلي القلم يقل او يزيد فاحنا دايما بنتكلم على مواضيع اللي ينتبه ليها يلاقي انه لو تفادى حاجات معينة جودة حياته هتبقى اعلى حب الناس ليها يبقى اكتر احنا عايشين المفروض حياة بنتمنى من الله يرزقنا الحياة الطيبة الحياة الطيبة ما بتجيش باننا علشان رأيي كذا فكل الناس التانين غلط او علشان رأيي كذا يبقى عمري ما اغيره وكأنه انا وانا بقول رأيي انا فاهم كل حاجة في الدنيا مفيش انسان على الاطلاق على الارض فاهم كل حاجة في الدنيا يعني النوع من الخبل اللي يظن كده في نفسه اللي يقولك لا هو الموضوع كده ومفيش حاجة يا حمود بيدا الدنيا من كتر ما المستجدات عمالة تحصل علينا اللي عايشين حياة طوارئ احنا كل شوية جلنا افكار جديدة وحاجات جديدة تلاقي ان الثوابت اللي كنا عايشين عليها قبل كده بقى عليها علامات استفهام فلان الفلاني اطيب حد في الدنيا الدولة الفلانية اقوى واجمل دولة في الدنيا القطاع الصحي الطبي في الحتة الفلانية اصح حاجة احنا ما يعنينا مثلا فيما يتعلق بالامراض عموما كل شوية اقولك العلاج اللي كنا ماشيين عليه قبل كده لا فيه علاج افضل منه هاي جانا بقى عشان كنت من الناس مثلا اللي اقرت العلاج القديم ده اقولك لا العلاج الجديد ده وحش ما ينفعش لا طبعا حاجة تانية دايما واحنا عايشين فيه سلمة اعلى فيه درجة اقوى فيه حياة اطيب فيه واحد اغنى مني فيه حاجة ازرف من اللي انا عايشها انا ازاي هاوصل للي انا لسه معرفوش ده الا لو غيرت الطريقة بتاعة رؤيتي للحياة وغيرت شوية محتوى افكاري محتوى بتاع الافكار ده هو القناعات يا حمود ده يعني انا مقتنع بحاجات معينة النهاردة عشان كده الواحد حتى لما يقتنع بحاجة يقتنع بيها يعني روايدة دروايدة خليك على الهادي كده خلينا الثوابت الله سبحانه وتعالى واحد وفيه خير وفيه شر انا عايزة عايش مع الخير لو حفظت على صحتي فذلك بيها ونعمة لو حفظت على الناس اللي حوالي انا انسان كويس ده ثوابت فيما عدا ذلك المعطيات مليانة مستجدات كل يوم بتعلم انسان اللي عايش الحي اللي موجود في اللحظة اسمها الـ present moment في الحال في الحاضر هو اللي دايما بيدور على الجديد عشان يتعلم عمر حضرتك شفت حد بيتعلم وهو قبل ما يسمع الجديد بيفرض وجهة نظره هتعلم ازاي عمره ما هيقدر يعرف مفيش وسيلة لقول المعلومة علشان كده قلت في الاول خالص العندي ورث الكفر يعني يقولك الحاجة دي اطيب من دي تعال انجربها لا هي مش اطيب هل انت يا سيدي جربت لا ما جربتش ليه علشان مثلا هي حرام كويس ولكن ما جربتش علشان انت مقفل دماغك وخلاص ده الدنيا مليانة نعم من عند ربنا وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها بس انا عمري ما هعرف ادوق واستطعم واحس واعيش بالنعم دي الا لو عندي قدر من المرونة والليونة تخليني اسمع لقصادي وحاول البس توبه علشان اقدر استوعب هو بيقول ايه فاتعلم اكتر وابقى اكتر نحن امام شخص احنا بنكلم طبعا فيه العندة عند الاطفال ده ليه قصة تانية مش موضوعنا النهاردة انا بنكلم عن العندة عند الكبار طيب حد سمعنا الوقتي رجل كان او سيدة وهو عينة دي اولا كيف يكتشف المرء انه عينة دي وان كان الاكتشاف سهل بس ممكن الناس مش هيحبوش يحترفوا في دي احيانا كيف يكتشف يعني انعرف العندة عشان يبقى مدرك اذا كان هو عينة دي ولا لأ ثم كيف يستطيع وكيف تستطيع يعني التخلص من هذا الداء انا بسميه داء على فكرة طبعا وهو كذلك وهو كذلك احسنت طب انا هاخد لفتة بس مذهب كده حضرتك قلت كلمة مهمة قوي الاطفال وفيهم عند والكبار عندهم برضو عند فخليني يقول ساعدتك حاجة هو فيه خط مستقيم من تحت الفوق كده فلو الطفل هو اكثر الناس عنادا وعندا البني ادم كل ما بينضج كل ما درجة العند عنده بتقل بتقل انا بتكلم عن النطج النطج يعني انسان سليم اقرب الى السلامة كل يوم بحياته هو بتبقى احلى فاكن الحكمة اللي هي مرادنا جميعا ان شاء الله يعني ربنا يرزقنا الحكمة وما نقوتي الحكمة هي عكس العند ولذلك الاكابر اكابر القوم يقولك دايما ياريت محدش يسألني انا محبش اقول رأيه فتيجي تسأله في مسألة معينة يقولك وحضرتك ادبا كده وحضرتك رأيك ايه وبعدين يسمع منك هو يعني انت رايح لأكتر واحد شايفه مصبوط يعرف مصبوط وهو كذلك وعنده من العلم والحكمة ما شاء الله هو بيحاول يتفادى الحكم على الامور دا دا اعلى درجات الحكمة اللي هي عكسها العناد يحضرني دلوقتي انه في زمن سبق يعني كانوا يقولوا يجي حد يتعين قاضي علشان يحكم بين الناس وهو كفء لا مفروض دا يبقى القاضي بتاع البلد الفلانية يهرب يجري يجيبوه بالجيش والعساكر يقبضوا عليه ويجيبوه علشان يقعد يحكم بين الناس من كتر الحكم كانوا يخشوا يخشوا مسئولية مسئولية كبيرة ايه الحاجة التانية مهمة عشان الواحد ازاي يميز ان كان عنيد وهي للأسف عشان يقدر يميز انا هقول نصيحة يعني اذكروا نفسي بها والسادة الكرام المشاهدين والمستمعين هو لازم البني ادم يسأل اللي حواليه يعني انا عايزة ايس نفسي فبسأل اللي حواليه احنا مش عايشين لوحدنا طيب دي نمرة واحدة نمرة اتنين احاول اعيش يوم من عمري من غير ما اقول لا على حاجة طالما حاجات مستقيمة ما فيهاش حرام ما فيهاش عيب بين ما فيهاش اذا لحد اعيش يوم من غير ما اقول رأيه اعيش اليوم ده وانا في وسط ناس واقبل آراءهم نمرة ثلاثة علشان امرن نفسي ان انا بقى اكثر مرونة وقبولا دي طرق التخلص من هذا الدق اهو كده اهو كده تمام قول كمان يا دكتور اه اعمل ايه بقى افرد على نفسي ان انا تواجد في وسط ناس واسألهم اختياراتهم ايه في اللي احنا هنعملوا النهاردة وانصح بيها كمان الابهات والابهات مع اطفالهم لازم يدوا الاطفال وقت اطفال ده من الاول 3 سنين 4 سنين 5 سنين مش اطفال يعني 15 سنة اسألوا ولادكوا عايزين تعملوا ايه واعملوا معاهم اللي هم عايزين يعملوه ولو الولاد لسه ما عندهمش الثراء في انهم يختاروا اعرض عليهم 3-4-5 حاجات ان شاء الله تكتبها في ورقة ان شاء الله ترسمها واللي الولاد يختاروه اعملوا معاهم انت كده انا وانا بعمل كده يا حمود بيه انا بربي مين بربي نفسي الاول ثم بربي ولادي والبني ادم مننا ولاده بيطلع زيه يعني على قد حجم التربية بتاعي على قد ما بيطلع ولادي فلو انا وانا بربيهم انا بربي نفسي انا عمال اعلى معاهم والناس الكبار كمان لما بسأل اصدقائي يعني فيه واحد يقولك يلا النهاردة هنتقابل في الحتة الفلانية لا يا سيدي تعال نروح الحتة تانية لا هي دي عصن حتة لازم تيجوا معايا وربنا ما يوريك بقى حكم القوي عن ضعيف لما ييجي حد مسؤول عن حد او حد بيصرف على حد فعلى طول طول ما هو عايش هتعمل اللي انا بقول عليه والل انا بقول عليه هو الصح رويدا رويدا بلاش استهلاك نفسي لان ده بيضعف من قدرتنا على الاحساس بالحياة يحضرني برضو حد ده مخفيف من صحابنا يقولك مش معقول يعني واحنا جايين الدنيا دي يعني استغفر الله العليا العظيم ربنا يكرمنا طلعنا مني على خير عشان نحض نشتغل ونتعب وندفع قصات وندفع فواتير ونربي في العيال ونعلمهم ونصرف وكذا وبس فانا عايز برضو اقول كلمة ليه علاقة بالعند انت لو مستسلم هتجد متعة في التواصل مع الاخرين دي نمرة واحد مستسلم اللي هو عكس العند يعني مجرد وجودي لو انا بشتغل في شركة موظف لو انا بتمشى في الشارع بصلي في جامعة في كنيسة قاعد في البيت مع اهل بيتي وبتواصل معهم على مستوى قبول اللي هو يعني انا قابل انا عايزكم تقول وعايز اتواصل معاكم في الحياة دي لوحدها متعة فالواحد يبقى عايز يروح الشغل علشان يتبسط في الشغل ويسعد بوجود ناس حواليه يرجع البيت كذلك علشان يبقى فيه ناس يروح في اي مكان عنده سلاسة وسهولة في التعامل مع الناس وقبول الطرف الاخر يتعامل مع خواجات يتعامل مع ناس اعلى منه اضعف منه ماديا ولا اجتماعيا فيبتدي عنده سراء في كيانه هو ده اللي بيتعلم اكتر عارف ساعدتك لما تيجي تاخد رأي حد ما يعرفش اللي حاجة واحدة مختلف عنه لما بتاخد رأي حد عنده ما شاء الله من الخبرات المتراكمة بسبب تعامله مع ناس كتير جدا يريد كلنا نبقى كده ونطلع من العباء اللي افلين طب هناك دكتور اسمح لي نسأل سؤال احيانا اللي عند بيرتبط بالكرامة وده اللي بيحصل في البيوت يعني انه هو يقول كزا فالزوجة تقول كزا او الزوجة تقول كزا فالزوج يقول كزا واعتبر ان دي كرامته تهانت يعني انها رفضت اللي هو بيقوله رفضت رأيه ايه وقال لنا غلطان حضرتك بتكلم صحف ان الناس بتقول كده وبتعمل كده فعلا ولكن حاجة تدحك يعني حاجة تدمي القلب يعني بتدحك اللي هو من بابه ولا تحسبنا رقصي بينكم طربا يعني عيب قوي ان الواحد علشان حد من اهل بيته اختلف معاه او مش موافق على اللي هو بيقوله يولع الدنيا او يحزن او ياخد جانبه ويطامس يبقى اماص مثلا لان ده معلان ان انت صغير جدا اللي بيعمل كده يعني لو انا بعمل كده انا هبقى ضعيف قوي يعني بس انت عارف ان دي دي ثقافة موروثة من سنين طويلة ان الواجل في البيت هو الامر الناهي وقلنش حاجة كده ولما ست بتغير الامراء نعم اتغيرت دي بتتغير اتغيروها او في الكتاب الجديد تبقى ايس لا احنا بقى بنقول لكل واحد عنده هذا الاحساس او كل واحدة عندها هذا الاحساس نقدر نقول ايه باختصار في نقط واحد دين ثلاثة مساوئ هذا الامر باختصار علاج هذا الامر برضو بنقط محددة عشان نقدر نحط ده في اليوتيوب نقول يا جماعة لو انت حاسس ان انت عندك العند اللي هو ده ممكن تعمل كذا وكذا وكذا وهيعمل ايه في حياتك لما تتخلص منه يعني لازم الواحد يستوعد مننا انه اسوأ حاجة في الدنيا ان انا وانا عايش مع اهل بيتي عندي احساس ان انا عايش عالى عليهم وهم مش قابليني ولو بني ادم عايش عالى على اهل بيته لانه على طول رافض اللي هم بيعملوه ومصمم يفرد عليهم وجهة نظره في الحياة ومش حاسس ده عنده خلل بين في تكوين الشخصية بتاعه انما لو حاسس لازم يرجع خطوطين لورا ويراجع نفسه بدل اتجاههم خليني اعمل ابروتش تاني يا محمود بيه احنا قلنا انه يسأل الناس اللي حوالي ان كان هو عنيد وهم قابلينه ولا مش قابلينه يعني ما فياش حاجة لما اسأل اهل بيتي هو انا لو عملت ايه جديد هبقى لازم معاكم ما فياش حاجة يعني دي نمرة واحد نمرة اتنين عايز اتكلم عن الابتسامة يعني اصاد اتجاههم الانسان العنيد الرافض للاخر اللي مصمم على وجهة نظره وان كلامه هو اللي هيمشي ملامح وشه دايما فيها الجمود وتجاههم احد انواع العلاجات دلوقتي المشهورة جدا في العالم كله وبالبالاش العلاج بالابتسامة ويسموها ساعات اوتسايد ان يعني ساعات نحب نقول ايه لأ انا قبل ما مش هعد اضحك لما حد يقولي نكتة ده انا وانا قدام المرايا كده الصبح باخسل وشي ابتسم ان شاء الله دقيقة قعد حطة ابتسامة على وشي وكأنه تدريب للعضلات وبعد انت توالى بقى الابحاثة العلمية ويعودوا يقولوا فوائد اللي ابتسامة وياما بقى اللي ما اقراش اللي بتسأولناها قبل كده شعر إليا ابو ماضي على الضحك والابتسام لو بني انا معايز يعرف طيب يبقى انا في سؤال بقى بسيط كده ممكن يطرح يعني يفرد نفسه ايه الفرق بين رجل عنده مثلا طموح او عنده يعني حاجة مقرر فيها قرار وحسس ان دي حاجة محتاجها جدا يعملها ورجعنا للشباب اكتر في الحكاية دي هل التمسك بالرأي او بالطموح او بالحلم ده يعتبر عند ده بالعكس ده بالعكس ده هو قمة استسلامي لوجودي على الارض ولزومي انا لاني ابقى موجود هو ان انا اسعى في تحقيق اشياء معينة ده هو ده العكس هو العند العند هو ان انا افضل لا انا اصد انه ممكن نكون زوج رأى ان الوضع الاقتصادي بتاع الاسرة محتاج كذا وشايف انه يوضل انسب والزوجة لأ فهل ده يعتبر عنده ولا ده يعتبر ايه ده لقصده او شاب نفسه مثلا يعمل حاجة معينة فقصرته بتقول لأ ما تعملش وهو متمسك برأيه ده حاسس انه هو هو ده اللي هو فيه وهو ده اللي هو بيحبه ايه الفرق بين ده و ده في العند او اه تمسك بالرغبة يعني حضرتك فكرتك حضرتك عارف رياضتي المفضلة اللي هي التأديف المراكب طوان 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 فاحنا بنركب مركب سنجل يعني بركب عليها الواحدة بقدف عليها وبعدين مركب دبل يعني بقعد وراي او قدامي واحد تاني من قدف احنا الاتنين في نفس الاتجاه ومركب تريبل اللي بقى فيه تلاتة ايه لاخره فلسه من الاسبوعين انا كان واحد صاحبي عايز يدخل يمين في البحر وانا عايز يدخل شمال ايه رأي حضرتك هل يستقيم الحال لا يستقيم الحال مع اننا لو لو لوحدي برحتي عايز اغرق بحدش محدش ليه حاجة عندي اللي بياخد قرار او بيرتب لمستقبل وهو فرضاني مختلف خالص عن اللي عنده بسايق مركب وفيه حد تاني بيقدف معاه ماينفعش اتنين بيقدفوا واحد عايز يمشي يمين واحد شمال فبنقول ايه لازم من الاول نبقى محددين الوجهة وكل فترة بنسيب ايدينا احنا الاتنين ناخد نفسنا ونقول هو ايه الاخبار واحنا وصلنا فين جينا يمين شوية شمال شوية ونحدد للوجهة في حبل من التفاهم بين الانسان والبشر من حوله لابد ولابد كمان ان انا نعرف يعني انا ممكن دلوقتي بشتغل وانا حر والواحدي ما عنديش العيال ولا عيل ولا تايل ولا متجاوز ولا بتاع وغيبت فلوسي كلها جبت بيها بومب او حاوشتها كلها او حطتها في بيزنس هاي ريسك ما حدش لي عندي حاجة وان كان برضو في عقل وحكمة وسؤال لأهل الخبرة الى اخر وحسب اللي انا عايز اوصل له ولكن اسرة يعني انت بتتكلم في اولويات مختلفة خالص لازم في ارضية تتم الارضية بتاعت قيام البيت الاول على مستوى الشهر وبعدين نشوف الفائد نعمل بي ايه قصة دي متفنطة وكبيرة اوي لا يا سعونا الوقت النهاردة لو تحب نتكلم عليها مرة تانية هي مش نفسية اوي على قد ما هي الواحد دراسها كتير اوي لها نقاب بالفاينانشلز بالاداريات المالية داخل الاسر والاداريات المالية للبني ادم فارداني عشان الكارسة بتحصل لما واحد فارداني بيفتكر انه هيتجوز والحياة هي بتاعته هو بيشتغل جايله الارشين اللي هو متعود اللي يصرفهم فيصرفهم برضو لا يا حبيبي وما ده بيبقى من الاسباب الاساسية للمشاكل اللي بيتانتوك بعد كده دكتور عمر انا بشكرك الف شكرا حضرتك ويلا ارجع ارجع تاني روح الغرداء بقى روح قوم وادف نستغل عشان نعرف نروح شكرا لحظ العنيد خاسر دي اللي عبارة لقدروا لها بس العنيد خاسر مش كلامه فارجو ان يكون الكلام ده يعني احنا مش بنقنب حد بس بنحاول نساعد بعضنا الوصول لأجمل الطرق لمعيشة الحياة بسهولة وبود وتسبوع على خير اشتركوا في القناة